هناك تعاون بين وزارة التربية ومنظمات دولية على أن يكون هناك توفير آيباد علمي هذا الآيباد العلمي هو يتوفر به أو محمل بالمناهج الدراسية الكترونية ومحاضرات الكترونية محاضرات تلفزيونية محمل لا يحتاج إلى أنترنت أو إلى وصف لتنزيل هذه الفيديوهات أو هذه المحاضرات لذلك سمي آيباد علمي هذا للمناطق النائية إن شاء الله يكون للمناطق النائية للتواصل ألكترونيا أو التعلم ألكترونيا لكن بالحديث هذا راح توزعه بالمجان لا لا هاي هاي من أقف عندها هاي تمر مرور الكرام هذا الآيباد العلمي وزارة التربية ستقوم بتوزيعه على الطلبة في المناطق النائية بالمجان ومن هي المراحل المشمولة به ما سمعنا أنتو تعاقدتو يا شركة طبعا ما لدي أتحدث لا لا سيدي مو تعاقد يعني لا نتحدث أنه تعاقدنا ويا شركة مو هيش الموضوع أنا أبحث عن تعليم إذا أنت تخليلي أنه كل ما أريد أخطي خطوة وراح تخليلي العصب بالعجلة أنا ما راح أستمر بهذا الموضوع اليوم يعني مو رأسا أنه تعاقدتو يا شركة أنا الهدف من الآيباد أنه يوزع للتلاميذ للتلاميذ الذين لا يمتلكون أنترنيت ولا يمتلكون القدرة على أن يتواصلون ألكترونيا مع المدارس أو يتواصلون ألكترونيا بالتعليم في ظل هذه الجائحة أنا اليوم من أوزع له آيباد علمي لأنه أنا أخاف على سلامته أنه يروح في المدرسة ممكن في ظل هذا الزخم نعم هناك زخم في عدد الطلبة داخل الصف الواحد هناك نقص في الكوادر التدريسية هناك نقص في أعداد المدارس كغير من فوق كغير من فوق هناك درجة على فوق أستمرد عانيب يجب الضموnad أ Aur chemغون